شباب الأخوة الأخوات في كل مكان وفي كل زمان صباح الخير مساء الخير السلام عليكم نحييكم بكل التحايا اللي بتحبوها في الأماكن المتواجدين فيها نتمنى لكم يكون أيامكم وحياتكم هانئة وصعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى نداركم جميعا في العشر الأخير من رمضان لنا جميعا مسلمين ومسيحيين أن ربنا يجعل هذه الأيام مباركة علينا ليس فقط على المسلمين ولكن على كافة العالم ونهني أخواننا مسيحيين بالأعياد المجيدة بالأعياد القيامة المجيدة اللي كانت فيه خلال إسبابة الخصصة الكنيسة الشرقية الموجودة في الشرق اليوم نتكلم عن حاجة اسمها فضفضة عرف لما نيجي نعب مع بعض الفضفض كده نفضفض إحنا عايزين نفضفض قبل ما نفضفض مع بعض الفضفضة دي وننفس عن نفسنا هنشكر أخونا علي الشوى اللي هو قدم المادة الاخراج الفني ونشكره على هذا المجود إن شاء الله الشريحة التانية علي أنا أتكلم عن مجموعة على الموضوع ده النهاردة في مجموعة من المشاكل الكتيرة اللي قاتلي عن طريق بعض الناشطين في العمى الخيري خاصة في شهر رمضان كتر اللغة وكتر الكلام وكتر التشكيك وكتر كل شيء كترت سواء كان في الشرق أو في الغرب اللي هو اللي ننقل من العمى الخيري من عاملين في العمى الخيري ولذلك أنا استشارت فيها بعض الناس اللي عندهم خبرة وأنا ذكر أسماءهم في الشريحة دي وأنتم بتبصوا عليها على الزوم منهم طبعا الدكتور محمد بشير والأستاذ دوتف السيد والأستاذ أحمد الحيت والسيدة هقلة فؤاد والشباب اللي هم أحمد الشيخ ومصطفى معال في منهم عايشين في برطانيا في المؤسسات المستقرة في مصر في المؤسسات المستقرة في السودان في المؤسسات المستقرة وفي الداخل السوري كمتوعين وكشباب زي ما أنا ذكرت فأنا بشكرهم جميعا ودي أول حلقة من يمكن سبع أو ثمن حلقات هنتناول فيها أعراءهم اللي هم أعطوها لي بفضل الله سبحانه وتعالى في المقدمة ما نحن نتكلم فيها هنترجم أو نشرح كلمة فطفادة يعني فطفادة يعني أنك قعب تنفس عن نفسك يعني أنت اليوم بتاعك كان تقيل جدا وتعبت أو يومك كان تقيل جدا وتعبتي ورجعت البيت تعبانة والواحد قلع الجزمة بقى وقلع الشراب وزي ما كنا بنعمل زي ما نجيب أروانة كده فيها مية سخنة وحط فيها حبة ملح ونفتق لو كنا نابسين كرموطة نشد الكرموطة ونفتحها ونقل لو كنا نابسين بدلة أو جاكتة بنفتحها بنقرب كده على الكرسي المياحين أو لو كنا في شغل بنأشغلنا مع الشباب بنشاء معهم وتعبنا بقى في نهاية النهار بنقرب مع بعض كده ونفتفض لبعض ننفس عن بعض ونتكلم بمنطقة الأريحية والصراحة بنا وببعض يعني ما فيش يعني إيه يعني كأنك بتكلم مع نفسك وده معنى كلمة فضفضة ده معنى كلمة فضفضة اللي أنا سميت الحلقات اللي جادي اسمها فضفضة طب ليه تقولي خمسة لخمسة أنا حبيت أن أنا كل حلقة يكون فيها خمس مساكل فقط أنا كنت زمان يعني بأسخل عليكم وحط فيها عشرين تلاتين أربعين مشكلة وكذا وكمية كبيرة فقالنا المرة دي يعني نشفق عليكم أو على أنفسنا جميعا في التحضير وفي الترجمة ونخلي في كل محاضرة خمس مشاكل فقط وذلك أنا نسميها فضفضة خمسة إلا خمسة المشاكل هننقشها طبعا تحت النازحين واللاجئين ومشردين والفقراء والمسيطين يعني بعمميات الفقر اللي هو العام اللي نتكلم فيها اللي نتكلم فيها عممياته أول أول شيء لابد أن إحنا نشوف أنه كمشكلة أساسية بتواجهنا هي كلمة حرمة أو الحرمات بمعنى إيه تعريف حرمة في المعاجم العربية اللغوية هي ما لا يحل لك انتهاكو ما لا يحل لك أو لك انتهاكو أبداً ساكن في الذن أو الحق أو الصحبة أبداً في خطة أحمر كده يعني مشتها في العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي في حرمات خطة أحمر لأننا نتعداها حتى ولو أعطانا الله سبحانه وتعالى مئات الملايين التي سوف ننفقها على الفقراء المساكين لأننا نتعدى الخط الأحمر لحرمة اليتيم والأرملة والمسكين والشريد واللاجئ والمريض إلى آخرة يبقى الحرمات كتيرة جدا في المسكن حرمة أنا بيتي أنا محدش يخش من غير ما يستأذنني وللدين بتاعنا حرمة مش من حقك أنك تهاجم الدين بتاعي سأكونت أنا مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أول آخر لأن ليه حرمة والاحترام والأهلي وأولادي وأصواتي حرمة كيف تتطلع عليهم لذلك زمان في مصر وإحنا أناك يقول لها يقولوا على المرأة يقول عليها حرمة وطبعا بعض الناس مش همين دغة العربية يقول لك ده بتشتمها ليه أما بشتمهاش لأن المرأة تعتبر يعني أغلى وأنفس للزوج يعني بالذات شيء عند الرجل أو عند الزوج وعند الأب أو عند الإب لأمه أو أخته أو وذلك حرمة يعني معناها في حرام إنك في خطوط معينة تتعدها معاها والعائلة في حرمة والعشيرة والقبيلة في حرمة في كل هذه الحرمات الإنسان بيدافع عنها مما تدون عرضه للحرمة وهو شهيد والمجتمع بتاعنا في حرمات لا ينتهيكها أحد للمجتمعات الأخرى والجران ليه محرمة ما كونش البيئة أنا مثلا إيه بنت الجران شكلها حلوة كده أو متمص من نور الشباك وعكسها وده ده كلام فانا وكذا يعني أو أسمع الرجل وامراته ما بتخنقه مع بعض أو يعني ده حرمة فيه مفروض أنت أنت تغد الطرف وتصم أذنيك عن الجار وما يعمل فالجران حرمة والأقارب حرمة كذلك ما تغتبهم شي ما تكنش عنهم تنم عليهم كل هذه الحرمات لابد نعرف أنه وإحنا داخلين أي مخيم أو أي مكان فيه فقراء لكل فقير فيه حرمات وحرمات وحرمات لا نستطيع أن ننتهيكها مهما أعطينا من قوة وقدرة ومال وسلطان مالك وسلطانك لك أما حرمتي أنا في الخيمة أو حرمتي في مركز الإواء فلي أنا لا تتعدها فأول شيء في العمل الإنساني والعمل الخير أن نراعي حرمات الفقراء والمساكين والمشردين واللاجئين والنازحين والمرضى والعجزة لذلك من أهم المهن اللي هم نتكلم عنها أمين الطب سأكيدة ممرضة أو طبيب لأنه باتتلى على عورات المريض فأبدا أبدا أبدا لا يتعدس بين معاها لأنها حرمة وحرام عليها يبقى أول قاعدة عندنا في المحرمات والمساكل اللي هم نشغل فيها في التواجهة العمل خيرت أنا إنهنا ساعات ما بنرعيش الحرمات لأنه نرعي حرمات من؟ حرمات أصحاب المال من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى آخر دي أول المشاكل نمر أتنين أنا داخل على ملجأ أو داخل على مخيم أو داخل على خيمة وعايز أبقى أعمل نفسي إن أنا شكلي كويس مع الأطفال قبل ما أخش عليهم والطفل بيبصلي كده الطفل إن أنا بكلم معاها أو حتكلم معاها أو حروح أديره حلويات عنده أمل فيا عنده حلم عايز أحققه عن طريقه فنعرف تماما 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 إنه كل طفل بيراني عنده حلم وعنده أمل وعنده رؤية للمستقبل طفل عايز يلاعب كرة عايز تكتب له كرة ما عندهش جازمة يلبسها عايز كل حلمه تبقى جازمة كل حلمه يبقى بانطلون جديد كل حلمه يبقى يكله حاجة حلوة يعني حلويات كل حلمه إنه يجيله مية كويسة شلحة للشرب كل حلمه إنه يخش مدرسة يتعلم كل حلمه إنه عيان عايز يتعالج كل حلمه إنه عايز بيحب يلعب مزيكة يجيب آلة يلعب بيها مزيكة وهكذا يعني ما كنا دخلتنا أول مرة في أفغانستان في سنة أبس مية سمعة سعين كان الشباب بيلعبوا كورة هناك وكان الكورة يبقى فيها قديمة جدا كانوا قال لنا إيه إحنا عايزين تجيبونا كورة نلعب بيها كورة الخضب قلنا لهم قوي تاني قالوا بس تجيبونا يعني إيه فانيلات عشان ما يجي في المسابقات يبقى لها فانيلة لها لومه عن ده كان حلم كان حلم كورة زائد فانيلة أو أميس يلبسوه فاشوف حلم الطفل يكون إيه وانت قاعد بتتكلم مع الطفل اعلم تمام العلم واعلمي تمام العلم إن الطفل ده ينظر إليك أو ينظر إليك وهو يعلم يقين للعلم أنك أتيتي لتحقيقي له حلمه وتحقيقي له رؤيته فلذلك وإحنا نتعامل مع الأطفال أطفال نتعامل معه وعن نوم فقط يعني صور حلوة كده قدامنا شكلها أبيض وأحمر وأصفر وإحنا نتعامل معها فيما بعد فلذلك الطفل اللي بيشوفك أنت جاهله في المخيم ده الطفل اللي بيشوفك أنت جاهله في المخيم ده منتظر منك كل شيء تحققه له كل شيء تحققه لأن انت تعتبر المنقذ الذي يستطيع أن يحقيق له كل هذه الأشياء أنا بعتزل للسباب اللي تقطع عليهم في الفيسبوك دائما نمرة اثنين يبقى أمان الأطفال من أبناء اللاجئين والنازحين والمساكين والفقراء ومهم مشير نمرة ثلاثة من المشاكل اللي بنواجهها اللي هي الأرمانة كتير جدا من أرام المموجودين دلوقتي كل ما كان في العالم كان في اليمن أو كان في سوريا أو كان في فلسطين في غزة أو كان في أفريقيا في الكونج الديمقراطية أو في النيجر أو في المالي أو في تشاد أو إلى آخر أو كان في سوريا وكل أرمانة من دول عندها مجموعة من الأطفال فحتى المرأة ديلة يعني يعني كتير جدا من البنات أو النساء دول تزواجوا الصغار السن فنخش على المخيمات بتاعة اللاجئين السوريين في غزة عنتاب وغيرها البنات في عز الظهور أو النساء في عز الظهور 25-32 سنة عندها 3-4 أطفال مات جزها أصبحت ألمانا فعندها حمل حمل عب مسؤولية الأطفال تربيتهم مراعاتهم تعليمهم توجيهم عندها حلم اجتماعي أمام المجتمع عبء مجتمعي كيف سنزل المجتمع هي رحيدة عندها عبء نفسي عبء نفسي في الداخل مش حد اللي بيحميها مفيش زوج ديها عندها عبء أيضا إنها رغبتها الطبيعية مش قادرة تلبيها وهي سغيرة في السن كل هذه الأشياء لما نتعامل مع الأرمرة لأنها نتعامل معها على أنها مجرد رقم ونقعد نتخاني مع بعض في التنافس على كمية أو كفالة الأرمرة أو القيمة المادية لكفالة الأرمرة لا هي أكثر من كده بكتير هي أكثر من كده بكتير ولما ندخل على أرمرة في ملجأ الأيتام والأرمل ننظر إليها إنها زي أختي وزي بنتي وزي خلتي وزي عمتي كلها دي الأشياء ننظر لها ليه لأنها فيها كل المشاكل دي كلها اللي بتعنيها المرأة زائت حمل حمل العم بتاع مسؤولية تربية وأنشاء جيل أطفال اللي نتكلم عنه والمرأة هنا هي أحلام ومشاعر وأمال وأحسيس وكيف نتعامل معها نما تلاتة اليتيم اللي بيمشي مع الأرمرة كذلك أنا تكلمت في موضوع هذا كتير إن كفالة الأرمرة واليتيم لا تسوي شيء وإحنا بندحك على بعض لما بنقول 25 جنيه و30 جنيه وكذا وكذا وده شيء لا يتفق مع السياق الآية القرآنية وكفلها زكريين أبدا وحولنا اليتيم والأرمرة إلى مجرد سلعة بنشوف مين فينا هيجمع لها أكتر واحد يقول لك 10 دينار يعني عن 30 دولار والتالي يقول لك 12 دينار يعني مش عارف إيه واحد يقول لك 25 جنيه يقول لك 27 جنيه 19 جنيه 20 جنيه واحد يقول لك 50 إلش في اليوم يعني 15 كلام فارغ دي مش كفالات دي تسويق ده سوق عكاس ده نحن نتكلم عنه فذلك لما نتكلم عن اليتيم وعن أرمرة منظر في أعين الأيتام شوف كسرة العين اللي موجودة في عين اليتيم كسرة عينه لأنه كان ليه أب أبو ده كان وقب بيحميه حتى وله كان مريض حتى وله كان عاجز حتى وله كان فقير ذا غاب الأب فأصبح وكان يتيم وهو أبو ده بنفس الضعف ده كان يحلم ويعمل فيه أيام من أبوه يشفى لكي يأتي له أو يأتي لها بكل ما تريد لأن الأب كان هو السند الكبير فكسرة العين اللي عند اليتيم دي لابد نرعيها يأهم مليون في المية من كفالة اليتيم أو المال من تحت الدهور ده يبقى المرأة اليتيق الأرمرة وكسرة نفسه المتينة النقطة الخمسة اللي بنتكلم فيها معاكم مشكلة الخمسة اللي بتوجهنا أيضا في نفس السياق ده اللي هي كيف نقدر كيف نقدر العاملين المحليين في الأماكن اللي بنعمل فيها أقول لكم من خبرتنا نحنا أو من رؤيتنا اللي بيحصل أنا أعب بشتغل في مكتب رئيسي مكتب رئيسي في لندن في باريس في روما في نيويورك في تورنتو في كويت في الدوحة في الرياض وهكذا يعني فأعب بيحصل رجل على رجل وعارف أن الرجل أو المرأة اللي بتشتغل مثلا في النايجر ولا في أفغانستان ولا في تشاد ولا في ليبيريا ولا في سوريا ولا كذا يعني دول يعني شيفي الابني وبينهم فأبدي أوامر فوقية دونية أبدا عمال الغاثة والمجتمعيين المدنيين لهم خبرة خبرة أكثر بكتير من مدير المؤسسة اللي موجود في دنبر ومدير المؤسسة اللي موجود في باريس وروم لكن داخل يقنا وداخل يقنا لأنهما أول قرن استشعار يستطيع أن يتعامل مع المشكلة ومع الأزمة من واقع عملي تربوي خطير فلا أتعامل معهم باستعلاق أبدا أقدر العامل هناك وكثير جدا من المنحين تعاملهم بيعملوا إيه يجي لقولك أصل المصريف والأدرئية في الميدان مش حديها لهم اللي بيستغلوا هناك دون مش بنقادمين مش عايزين برتبات مالهمش عائلات يصرفوا عليها يجي لما هقولك شوف أنا حديك تشتري لك مش عارف كذا 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 لرمضان لكن كأن الموازفين المدنيين دول ليس لهم قيمة غلط فيهم مغلوت وفيهم مخاطر فيهم مغلوت وفيهم مخاطر من المانع لو مش فاهم معنى إننا نقوي ظهر أول خط الدفاع عن الأيتام والأرام والمساكين في الميدان أمر تاني بيكون خطير جدا وفي جاهنا احنا في كتير جدا من الأوقات تجد أن تحصل في حروب وكذا ومالية صعبة وخطيرة لهم تحد لهم صعبة الموظفين الأجانب بتاعهم ونترك الموظفين اللهم مين المحليين الله طب وش معنى كده يعني المحليين دول يعني ما لهمش دية الموظفين المحليين ما لهمش دية أه يعني كتبت قبل كده ورقة يقول لابد ان احنا نقدر نقدر من نقدر اللي هم العمليين الميدانيين فالأهم تحت عملية ومصدر وتعملية ومسحبة كل الأجانب اللي موظفين نترك الناس لهم المحليين دول وكأن احنا بنتكلم حتى احنا بدأنا نبقى نستقنق نبقى نتعامل مع الموضوع زيهم بالظبط وكأن البشر دول اللي هناك يعني مرهمش دية خليهم يموت يعيش مش مشكلة التأمينات الاجتماعية اللي عليهم غير الاجتماعية الناس اللي عندنا مع انهم هم هم الوحيدين الأوائل اللي بدافع عن العمل خير وعن المؤسسة فيها زيهم اما ما كان الخطر دول الخمس مشاكل اللي انا بتكلم معاكم عنها اليوم ارجع اقولهم مرة تانية اول حاجة حرمة المواطن اللاجئ انا بعتبرهم من اهلي نمرة اتنين امال اطفال من ابناء اللاجئين نمرة ثلاثة اللي هي مشاكل اللي بتعاملها الارامل من اللاجئات والنازحات نمرة اربعة اللي هو كسلت نفس اليتين والمشاكل النفسية بتجيب بداخلها نمرة خمسة اللي هو كيف نقدر العمال الميدانيين في الاماكن اللي هي الحاجة طيب نخش بقى على العلاج حنعليج الحاجات دي ازاي بسرعة كده اول حاجة احنا عندين معايير انسانية المعايير انسانية اللي حطتها الأمم المتحدة واللي هو اللجنة الدولية للصريب الأحمر الدولي دي دي المؤسسة اللي هي الشفافية والحيادية والمرجعية وعدم الانحياز وكل حاجات دي كلها والحوكمة الرشيدة والحيالمية دي كلها ايه دي دي المؤسسة احنا بقى عايز احط معايير انسانية اخلاقية احنا كنتين لابد نعمل كده نضع معايير انسانية اخلاقية لكيف نتعامل مع مع اهلنا من هؤلاء الناس من النازحين واللاجئين والممتحنين يبقى كما هناك في معايير انسانية اللي هو المسيرة المؤسسية للعمل الانساني لابد ان نضع بجانبها معايير انسانية اخرى للاخلاق بتاعة العاملين اللي هم هتعاملوا في المجال العامل انساني ودي مش موجودة بايه بنفس القوة اللي موجود في المعايير الانسانية للمؤسسة دي نمرة واحد نمرة اتنين من طريق العلاج لابد ان نؤكد ونشدد ونمنهج لان المال في هذا المجال وصاحب المال في هذا المجال هو الفقير والارملة والمسكين مجرد ما المال اصبح ذكاء او صدقة وحال عليه الحول عند المانح يصبح حق وليس ايه عطية وليس هبة حق المعلوم خلاص اصبح ده حق ومن حق المانح انه هو يعطيه لمن يثق فيه لكن اصبح حق وعلى المؤسسة ان تعلم ان مال المانح ده هو اصلا مال فقير اللي بيصف على رئيس المؤسسة بيصف على رئيس مجلس الادارة بيصف على كل المموظفين يعني معناها الذي له اليد عليا في المؤسسة هو الفقير لان ده ماله ماله جد على الموضوع ده نمرة اتنين مال الدولة مجرد ما الدولة اصبحت مانحة وتعطي المال للفقراء والمساكين في اماكن مختلفة اتحول هذا المال الى حق معلوم لمن للفقراء والمساكين وعلى الدولة المانحة ان تراقب كيف يصف المال تراقب كيف يصف المال ولا ليه لكي تستطيع انها تتأكد من فعالية صرف المال لكن اصبح حق يبقى المال اللي عندنا حق كفرد بتبرع به وعند المال الدولة حق كذلك يبقى ده التشجيل على مبدأ ان هؤلاء هم اصحاب اصحاب كل هذين اموال الحقين اللي هم من الفقراء والمساكين يبقى حق معلوم دي نمبر اثنين نمبر ثلاثة التشديد التركيز التركيز على اهمية ومش بس اهمية مشاركة المرأة ازدياد مشاركة المرأة وانا اتحدث مع الفقهاء والعلماء الشرعيين العالم الاسلامي وغيره قال لهم طيب حلولي المشكلة دي نازحين ولاجئين وفقراء اغلبهم من النساء والاطفال فندوا المرأة المسلمة فيها اضطروا واكتهدوا وشرعوا احنا دا مش عايشين في القرن الخامس الهجري او القرن العاشر الميلادي احنا عايشين في القرن الواحد وعشرين الميلادي اللي فيه عندنا فيه فيه عندنا فيه في سوريا فقط في سبعة مليون نازح داخل سوريا وفيه ستة مليون نائل خارج سوريا واغلبهم من الاطفال من النساء ما عندناش كفاءات نسائية عربية او مسلمة تعمل مع هؤلاء الناس في الميدان للمر واحد أنا بشدد هنا هو على مش عام مشاركة المرأة على ازياد فعالية مشاركة المرأة في خاصة في الاعمال الميدانية ليه لان المرأة هي اكثر حساسية من الرجل ولا لها مشاعر مرهفة عن الرجل دي نمرة واحد غالبية المجتمعات زي ما قلت تاب كده من النساء والرجال سبعين في المئة على اقل نمرة اتنين الاطفال والنساء بيرتاحوا لما تلاقي كده امرأة دخل عليهم في الخيمة او في المركز الاجتماعي اللي هم عايشين في دي يبقى الطفل جاي واحد يقول لا يا ماما ده في واحد ست جاي لك غير لما يقول لك وحد جاي لك هو خايف والست خايف مكشوف يشعر نفسي طبيعي نمرة اطفال النازحين واللاجئين والنساء النساعات واللاجئات بيشعروا بالامان انهم يفضفضوا كلمة فضفض لانا وتفضل اللي هو دي بيبقى في حاجز نفسي كده بين اللاجئة والنازحة والطفل والرجل اللي هو يدخل عليهم دي نمرة اثنين نمرة البعا نعم ان الرجال مش هيأمنوا انهم يدخلوا الرجل على ذوكته او على امه او على قلته او على امته او على ابنته فنحن منودرهم النساء المسلمات علشان يسمحوا لهم بعمل الدراسة والتعرف عن مشاكل ومساعدة الاطفال والنساء هناك يبقى دول المرأة الركيزة النقطة الثالثة من الحل النقطة الرابعة التديب والتأهيل ما فيش متطوع يذهب لاي مكان في عمل ميداني في عمل اغاثي قبل ان يدرب ويؤهل حتى العاملين الدوليين يعني ما جاتفة انا بدرب مثلا قرية الدرفور كتير 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 جدا من العمال الدوليين اللي جم درفور في الجنينة وفي الفاشر كانوا ما يهتموا بالسلطان او الشيخ القبيلة لانه راجل لابس شبش بصباع وقلبية مقطعة وقعد على كرسي ما عندوش مكتب وكانوا ما يتخطوه وكان كل اعمالا متوع لما حسوا بقيمة هذا السلطان او هذا الشيخ في او هذا شغل قبيلة بدأوا يرجعوا مرة تانية عشان تحل مشاكلهم لازم حتى الثقافات المختلفة الاجيان المختلفة انت حتروح هناك كمتطوع انت وجهت المؤسسة ها هتروح هناك كموظف انت هتعرف على الثقافة والتقاليد والعادات وكل هذه الاشياء قبل ان تزبع هناك الان امر الخامس وهو ليس الاخير يعني انه التدريب على ايه على الصح قواعد فهم قواعد الصحة النفسية ده ما نكلمت في الاول نفس بتاعت الطف المشاكل بالنفسية بتسيب الجاه الطف اليتيم او المرأ الى آخر لابد لابد نعلم الناس وندربهم ازاي ما هي قواعد الصحة النفسية والدعم النفسي ده بالنسبة لبعض طرق العلاج انا حطيت خمس مشاكل قدامنا النهاردة في الخمسة الى خمسة في وحطيت بعض ودور الشباب بقى ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي دور الشباب هنتكلم عنه دلوقتي اول حاجة لابد ندرك يا شباب ان المشكلة اللي بتعامل معها ما هيش مشكلة مادية نتيجة نقص مال فيه فلوس كتير مش المال ابدل ليس مشكلة مادية نتيجة نقص الموارد المادية او البشرية بل هي في معرفة كيفية التعامل مع اهلينا ولابد انا بقول كلمة اهلي وحط طيب مية خط يعني اهلي اهلي انا اهلي انا اهلي انا اهلينا من الفقراء والمساكين واللاجئين والنزحين لابد مش مشكلة فلوس مش مشكلة فلوس هي مشكلة لن يراها الا من علم ايه بقى اسمعوا دي بقى وحطوها حلقة فدنكم معايا اسمعوها من علم كسرة الانفس كيف تكون النفس مكسورة وذليلة لانا خلقت من البيت لابواب وغرف وخصاصية وحرمات وعايش في خيمة او عايشة في خيمة فنفسي مكسورة من جوة نفسي مدمرة من جوة لانا يراها الا من علم كسرة النفس مرارة تعم الفاقة الفاقة والحاجة الليها تعم مر اشد من العلقم اشد من العلقم يعني انتبقى المرأة كده والرجل يبقى حاسر ان هو علشان الحاجة دي بينكسر علشان يجيب كسرة خبز لأولاده او كسرة خبز لأولادها في بعضهم والعياذ وبالله يعني استغلهم الجبناء والحقراء من الناس في انهم باعوا شرفهم لا يراها من علم الا من علم كسرة النفس الانفس مرأة تعمل الفاقة اعاقة الزهن على الادراك يعني فيه واحد عنده اعاقة زينية مش شايف مش شايف ان المرأة دي مكسورهم ببهدلة خمسين بهدلة واحد بيهزر معه ويتحك وهي مدمرة من جوه وبتحاول ترسم بسمة على وشها عشانك انت يعني خلاص بقى يعني سبنا في حالنا بقى والانسان الاخر اللي هو توقف العقله على التفكير يعني فيه ناس ايه توقف مقفة مخايا كده خلاص دي مش مش مشكلتي من الشايفة مش حفكر او عمل بصر عن الرؤية وشها الجسد على الحركة كل هؤلاء الناس مش ممكن مش ممكن مش ممكن تشوفوا كل هذه الاشياء قد نوفر لأهلنا المطعم يا شباب معايا يا شباب والملبس والمأوى واساسيات حياتية اخرى ولكن هل نستطيع ان نوفر لهم الامن والامان والسلم المجتمعي ده ده السؤال لنا يا شباب وانا بقول واجه اتصالة دي ليكم انتم يا شباب لان انتم هتستمروا بعد رحلنا بعشرات السنين ممكن نوفر زي من النسب ده من الوقت شايف في رمضان اكل عايزين بياخدوا شرب عايزين بياخدوا مأوى عايزين بياخدوا بيوت عايزين بيبنوا لهم طبعا وعدين فيه الامن الامن النفسي الامن النفسي والامان النفسي والسلم المجتمعي انا عايزك تقل حقق لي دول ولو كنت انت نجعان ومرمي بالشارع ايه هو دوركم بقى دوركم ما شايفون وكرروش نفس الاخطاء اللي حصلت مع اخرين في الماضي وقعنا احنا فيها احنا تعلمنا تعلمنا من الصفر بس مش بار بعد ثلاثين ربعين سنة من التعليم نرجع انتو تعملوا نفس الاخطاء اللي حنا عملناها من ثلاثين ربعين سنة لا تعلموا من اخطاء الماضي عشان توجهوا حال الواقع اللي احنا بنعيش فيه وترسمه افاق المستقبل ايه الاخطاء اللي حصلت من الجمعية دي ومن الجمعية دي ومن الجمعية دي وكذا 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 خلاص مش هنعملها هتخطع لنعلم يا شباب ان التعامل مع هذه الفئات من اهلنا هي مهنة ما هياش عشوائية زي ما قلت قبل كده في اكتر من لقاء مهنة لها فنون ومعايير واخلاقيات وقيم وثقافة وتاريخ ورسالة ومهمة ربانية انه لاي عبادا اختصوا من قضاء حواج الناس حبابهم من الخير وحباب الخير اليهم انهم الأمين من عذاب الله ومن القيامة وانتم اهلا لها يبقى لما نخش في هذا المجال نعرف انه نخلي على مهنة مهنة زي ما قلت قبل كده زي الطب والهندسة والزراعة الاخرة لها معايير ولها فنون واخلاقيات وقيم وثقافة وتاريخ ورسالة وهي مهمة ربانية كذلك يلا يا شباب يلا هيا بنا نعمل ايه بقى احنا بقى هنضع نفسنا داخل هذه المكلومة داخل المصيبة دي كلها عشان نشعر بألام هؤلاء الناس ازاي فلما انا اخش في المشكلة دي لابد ألا اتعامل مع هؤلاء الناس من اهلنا على انهم ايه ارقام للسلال غذائية اعداد لمجرد عائلات انواع لخيام يأونا اليها اشكال لملابس يرتدونها شعار لاغطية يلتحفونها مضاجع لارض يفترشونها خزنات لمياه يشربونها او ابواب الملاكز ايواء يعيشون فيها متعاملش معاهم بالطريقة دي ابدا 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 هذه الطريقة المادية في حل مشاكل انسانية اقلاقية قيامية روحية متستقمش ننضع انفسنا داخل هذه انفس المكلومة فنتعام معهم انهم ارقام السلال غذائية اعداد لعائلات انواع لخيام يأونا اليها اشكال لملابس شعار لاغطية مضاجع لأفرشة مضاجع للأرض يفترشونها خزنات لمياه يشربونها او ابواب الملاكز ايواء يعيشونها داخلها لابدا هم ليسوا غذلك من هم؟ هم انا وانتم لان هؤلاء الناس اللي احنا بنسلف اموالهم علينا كموظفين ورسالة من قلس الدارة هم امي وامكم اختي واختكم ابي وابيكم اولادي واصدقائكم وغير ذلك من قلوبات العرق والجنس والدين والانسانية فكذلها لآدم وآدم من طراب لابد لابد ننخدش المنظومة بتاعتهم ونستشعر هذه العلاقة الحميمة بيني وبين هؤلاء لانهم اهلي وعشرتي علينا ان نفعل ايضا يا شباب دور المرأة زي ما انا كلمت في الاول لتقم بالدور الاساسي داخل اغوار هذه المسيرة دور المرأة هنا محوري فانا بقى المشايخ هم بقى ليه يدوروا كيف نجد للمرأة دور قوي في هذه المسيرة وانا نفعل ايضا مش دور المرأة فقط والشباب كذلك بدل ما عادي من نعمل كده نرأى تصابعنا ونسيب بالدهر ونسيب بالناس ونسيب بالوزرات والحكومات وكذا 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 لا اخرج عشان مش لن تكون قائد للمستقبل الا ان خرقت من هذا الخن او ذي البلونة او ذي الفقاء اللي انت معايش نفسك فيها او اللي انت معايش نفسك فيها وفي نفس الوقت عادينا نكتشف الطاقات والكنوز داخل هؤلاء في هذه المخيمات السورية واليمنية واللي كان فيها بكذلك البصنوية واللي في العراق في ناس عن علماء في ناس عندهم خبرة كويرة جدا نكتشفهم ونتعلم منهم كنوز الطاقات الخبيئة داخل اغوار هذه الانفس المشرية المكبلة بالفاقة والحاجة والهوان يعني مثلا عائل من العلماء موجودش في مخيم المخيمات حيفكر هل هيجيب حبة كسرة خبز لولاده ولا هيحاول يعمل شيء ويكتب شيء للامة بما بعد عائلنا ندرك جميعا أرجع مرة أخرى وأصر على هذا عشان أختم به وأصر على هذا عشان أختم به فهذا اليوم مبارك في عاش الأواقب من ربضان وأرجوك يا أخوان أنك تدعو كل الناس في العالم كله سواء كانوا المسلمين أو غير المسلمين ندرك جميعا أننا جميعا 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 وسمعها مرة أخرى وثالثة وربعة وخمسة وعشرة وعشرين وخمسين أننا جميعا أجراء لدى الفقراء أجراء لدى الفقراء دي قاعدة أنا بحطها قاعدة وأقاتل عليها إلى يوم الدين وأن فضل الفقراء علينا كفضل الهواء على سائر الكائنات علينا وعلى سائر الكائنات من غير هواء ما فيش حياة فإن أردنا أن نعظم مسيرة العمل خيري فلابد أن نبنيه على قاعدة ماذا؟ جبر الخواتر جبر الخواتر اسمعوا بقى الحاجات دي كلها قال دا جبر الخواتر البسمة في وجه أخيك صدقة فبن رحمة من الله اللي انت لهم ولكن تفضل غليز القلب لم فضلوا من حولك من عفى وأصلح فأجروا على الله فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ومن أدخل السرورة على أهل بيت من المسلمين لم ير الله له سوا من إلا جنة والقائم على الأرمان المسكين فالقائم الذي لا يفتر أو كالصائم الذي لا يفتر رأيت الذي يكذلوا بالدين فذلك الذي هو الاتيم ولا يحضوا على طعام مسكين اتقوا النار وراء وشبقوا بشقة غمرة ويأثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة وتعمون الطعام على حبهم مسكينا واتيما ومؤسيرا ناجم منكم شنآن قوم على أن لا تعدروا اعدروا هو أقرب للتقوى وغيرها من قواعد أخلاقية تجعلنا قادرين على الخوض في أغوار النفس البشرية يعني النهاردة بنتكلم عن النفس البشرية بسينا نتكلم عن المساعدات المادية أرجع أقولها مرة ثانية وأنا بختم على أن أندرك أننا جميعا أجراء لدى الفقراء وأن فضل الفقراء علينا كفضل الهواء على سائر الكائنات فإن أردنا أن نعظم مساعدة العامة الخيرية فلا بد أن نبني على قاعدة جبر الخواتر البسمة في راجع أخيك صدقة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليز القلب اللي مفضلوا من حولك من عفوه وأصلح فأجروا على الله فإن تصبره وتتقف فإن ذلك من عزم الأمور من أدخل السرع لأهل بيتي من المسلمين لم يرى الله لا وثياب إلا الجنة القائم على الأرمان المسكين القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر رأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يبعو الاتيم ولا يحض على طعام مسكين اتقوا النارة ولو بشقه تمر ويأصرون على أنفسهم ولا كان يمقوا خصاصة ويتعومون الطعام على حبيه مسكينا والاتيما وأسيا ناجم منكم شنان القوم على ألا تعدله أخر بالتقوى وغيرها من القواعد الأخلاقية تجعلنا قادرين على الخوض في أغوار الأنفس البشرية فهيا بنا يا شباب لنكمل ضرب أسلافنا لدينا بدأوا هذه المسيرة ليس فقط من مئات السنين بل من ألاف السنين فدي أول حلقة من حلقات فضفضة خمسة إلى خمسة في تحديات ألات تواجه العمل الخيري أشكركم جميعا وأعتقد ما فيش ملاحظات يا أخ علي إذا كان ما فيش أي ملاحظات أو تعليقات فنشكرهم ونتمنى لهم سيام مقبول وافطار شهي وأيام سعيدة علينا وعلى جميع الناس في العالم كله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة